اشتركوا في القناة بص لو ما جاشي النهاردة تأجل الخبر كله البكرة وأنا حكلم أستاذ جميلة باللب تمام يا فرد شكراً اتفضل مساء الخير؟ مساء النور مش ممكن! صفق سباعي يخرب عقلك بتعملي ايه هنا؟ مش معقولة إنجي أحمد؟ ايت بتشنغلي هنا؟ أيوة طبعاً إيه بنتي؟ ما بتقريش جرايض مش شوفيش تليفزيون أم لا إيه؟ السقة دي؟ لا سقة ايه؟ مش ثقة ولا عيزة وبالله ده غرور بعيدة عنك أعاضي أعاضي بعشديني جدا وإنتي كمان وحشاني قوي أنا متبعاتي من زمان يا إنجي من ساعة كتابك ما نزل وبقول لكل الشلة أنتي بشرفة أنا قد إيه حببتي ربنا يخليكي وإنتي بقى بتعملي إف الدليل بتاجد في الطحف والأنتيكات بجد أنتيكات طب وإنتي جاية هنا عندنا بتعملي إف الجورنان لكي قريب لا أبدا أنا جاية استلم الجايزة جايزة مسابقة قديم بس عظيم يخرب عقلك إنتي اللي كسبتي مئة ألف جنيه يا بنت المحزوزة الحمد لله عيني عليكي برده من يوم ما اهتميت بالأنتيكات والطحف وبدأت أتاجر فيهم وأنا بكسب على طول بالشكل ده عقولة الأنتيكات والطحف بتكسب فلوس كتير بالشكل ده أيوة حبيبتي بص يا حالوتي أي حاجة قديمة ممكن ما يبقاش لها إيمة عندي ناس بس عندي ناس تانية لها إيمة وإيمة كبيرة كمان أنا بقى شغلي كله على الحاجات القديمة والنذرة دي طيب وإنتي شغلك فين؟ في المعرض بتاعي طبعا في الزمالك ضروري تجي تزوريني ها طبعا يا حبيبتي حاجة زورك أنا من زمان مهتمة قوي بموضوع الطعف والأنتيكات خصوصا بعد ما اسمعت موضوع المئة ألف جنيه حبيبتي يا أنتي حبيبتي هستناكي ها قادر تزوريني باي حبيبتي باي ماي ماي خايفة لحصتها بنت اللذرة بيت ألف جنيه يبت المحزوزة من راح يا عمامة غاوري على مهلك اوعى تخبط في حاجة الله يخليك يا مادام إندي ما كنتش عارف إنك بتخاف علي كده لا مش بخاف عليك أنا خايفة على السجادة أمال طبعا أمال لها تخاف علي أمي أمال طبعا أمال لها تخاف علي أمي أمال يعني ألف مبروك للست ميل بتبارك علي إيه لسه بدري قوي على النتيجة لا أنا أصدي على الجهاز جهاز إيه دي لصة طفلة مين اللي بقى إن دى الجهاز أ resource يبقى فارش التاني بقى للشتجة لحم الله أبدأ لا أفهم عارف القرن التسع عشرة يا مغاوري يعني بك يا مغاوري لا ده بص يا مغاوري أسهل إنك ما تحشرش منخيك في كل حاجة لإني معنديش وقت أفهمك خليك في حالك يعني ايه خليت في حالك دي؟ انت بجالك كم يوم دع تقنفسي عمالة شيل في حاجات غريبة وانا من حاجي أسأل بقى لا يا مغاول مش من حقك تسأل انت تشيله وبس يا السلام؟ ولما المرايا مبارك كان ايكسر دهري كنت هتفدني انت بايه؟ وفي الاخر لحمد ولا شكرانية يا السلام؟ ما انت أخدت الإكرامية؟ ايه إكرامية دي؟ يعني تيبس يا مغاول ها تيبس معلش؟ يا السلام؟ يعني ما فهمتش الإكرامية وفهمت التيبس؟ ايوة وانا شايلت شنطة خدار ده انتو كأنكو بتفرش الشبجة من أول وجدين وبعدين انا عايز علاوة علاوة؟ ليه بقى ان شاء الله انت فاكر نفسك موظف حكومة؟ سهيء انا مش موظف حكومة لكن ممكن اشتكيك في النكابة النقابة مرة واحدة؟ وانت ايه اللي حيدخلك نقابة الصحفيين؟ ومين ممكن يسمعلك يناك؟ ومين جعل ان انا عروح نكابة الصحفيين؟ انا عروح نكابك البوابين؟ انا رجل بواب وليا بريستيجي ماشاء الله ماشي يا سعدل بالبواب اتفضل قدامي لما اشوفه عرض بريستيجيك دا يطلع كامل العرض عردين يا عم واسع 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 من قدامي تعالي يا مغاول تعالي حط السجارة عندك في اي حد اشتك يا علي الحمدلله على السلامة انشي الله يسلمك لحبيبي ايه ليه أخرج كده؟ ووي القتيل اللي انت جابة معاك؟ مش عايزة قولك يا علي النهاردة كان فيه حتة تين ما زاد عاملان مؤسسة ما حصلش فتك كتير يا علي لو كان معاك مليون جنيه كنت صرفتهم كلهم مليون جنيه؟ على شوات روبا بيكيا دي؟ أخص عليك يا علي معقولة بتقول على التحف الجميلة بتاعتي تين روبا بيكيا؟ تحف؟ ووي القتيل اللي انت جابة معاك كده؟ قتيل اي يا علي? دي سجادة أنتيك عمرها أكتر من 150 سنة النبت جنن إيه رأيك؟ آه الله ودي حنفرشها على الأرض؟ يا إيه دي اللي حفرشها على الأرض؟ معقولة يا علي حفرش سجادة عمرها 150 سنة على الأرض؟ لا طبعاً حفرشها على حط الريسابشن وهو بقى في حيطة في الريسابشن الكراكيب بتاعتك بهدرة البيت بخلى أنا مش عارفين نمشي خص عليك يا علي بتقولة على الكنوس بتاعتي دي كراكيب؟ أعمد أنا مش هنقشك كتير علشان ده جهل بقيمة الكنوس دي الكنوس؟ نهايته أنا أولادك مستنينك بالصبح وجعانينه وعايزين يتغدى آخ الغدى صحيح صحيح؟ انت نسيتك جيبي أكل معاكي ولا إيه؟ أصلي بصراحة كده يا علي يعني المزاد كان فظيع فأخد كل تفكيري والسجادة أبهرتني فنسيت قصدك أبهرتك فمش هنأكل النهاردة؟ لا 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 إزاي حبيبي أنا حتصرف هنزل جيب أي حاجة من عند شعبان تحت في السوبر ماركت بسات فلوس فلوس؟ مصروف الشعر فين؟ أصلي بصراحة يا علي كده هقلكت بخيبة آآ الفلوس ما كفتش معايا عشان أجيب السجادة فاتصرفت صرفت مصروف البيه؟ عالكهنة بتاعتك دي؟ أعلي من فضلك من فضلك ما تجرحنيش ما تقولش على السجادة الأنتيك كهنة وإحنا هنأكل توحف بقى بعيد الشعر فيه إيه علي فيه إيه يا حبيبي؟ الأكل مهما كان في أرقى المطاعم ومهما كان غالي في الآخر معروف بيدخل من هنا وبيخرج من هناك يعني وآخره في الحمام إنما يعني البطن مبتوش كرش انت عارف وبعدين التحف هي اللي بتعيش وإحنا عايزين ناكل عشان نعيش حاضر حاضر يا علي هتاكل عيش ما قوله بقى كالبطن كده؟ انت لا بتتحك على إيه؟ واقف هنا ليه من الصبر؟ حطها في أي حدة السجادة دي؟ ايه دي؟ نكد عليكم؟ اللولي يا جننت يا رابا كلام عليكم يا رابا كلام عليكم يا رابا كلام عليكم مراشة تسلم عليكم تشكرين سامو عليكم كلام عليكم يا شعبان أنا وساني ستينجي يا النبي ايه دي يا شعبان؟ عسلية اللي ايه دي يا شعبان؟ مش بتكلم على دي يا شعبان دي دي دي؟ دي قولي قديمة بيقولولي كده ان هي بقالها بتاع ميد سنة ولا ليها لازمة يعني من نوبة ايه سنة؟ وحطت فيها عسلية؟ أنا بحط بضعتي في أي حاجة في قولة في زهرية في كافي اي دي؟ المهم البضاعة تتباع اهم حاجة عندي ماذا حقير؟ بقولك ايه شعبان؟ تباعها؟ وانت عايزها في ايه دي؟ لأ ما تباع بياني وبعين حرم اي حد يلطشها كده ولكده تتكسر ما تتكسر في داها يا بقولك قول لها دي ما تجيب غيرها ايوة صحف داها هي دا ما تباحها حسن ايه رأيك؟ وانت هتعملي بيها ايه؟ دي اللي هينفع تحطي فيها ميا؟ ولا هينفع تشربي فيها؟ اه وردة وحطاف الحمام عندي اه تباحها بكام؟ لا يا ست انت يعني ما تغلاش عليك يا متشكلة قوي استعليم استني استني اللي متشكلة قوي هو واخدها وبتجري ايوة انا اسفل اسفل انت عايز العسلية لا عسلية ايه انا عايز القولة 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 دي عندي مهمة جدا على فك هي بتاخد فيها كام؟ اللي تدفعي بص يا شعبان انا هتفعلك خمسمائة جنيج في الحقيقة انا محتاج خمسمائة وخمسين جنيه في القولة دي موافقة يا شعبان اصل القولة دي ايه؟ موافقة؟ ايوة موافقة موافقة بجد ايوة خسارة يا رجني كنت قلت خمسمائة وستين اخدها يا شعبان؟ نعم اخدها؟ الفلوس اه اجيتهم على الحساب ايه اخد المسابقات دي عمل الدعاية كبيرة للجورنال ده طبعا غير الدعم اللي جالنا من الرعاية يا فندم انا سعيدة جدا وفخورة ان انا بتابع حدث عظيم زي ده انا عن نفسي عملت حتة ألبوم عن المسابقة اللي فاتت فاضي عملت فيه كل مجهوداتي الذاتية في نقوة حاطت فيه صور يون عملك كده وعملت صور سلف النفسي كتير قوي لا لا بجد تعيبتها قوي يا أستاذ جميل يعني بجد ألبوم يستحق جايزة بول أنزر مضبوط مضبوط تماما جايزة ايه حولت يا؟ بول أنزر يا إنجي اتي مش عارفها ولا ايه؟ لا لا يا كاماليا حيوتي اسمها بوليتسر ده ده فيلسوف وصحفي معروف دي جايزة الصحافة العالمية روح جراهنج انت عاصل طلعيني مش فاهم حاجة يعني؟ لا انتي بتعلي صوتك كمان با اه يعني مش ممكن انا بصلح لك خلاص بس ويا كاماليا جايزة بوليستر فيه ايه؟ بطل الفضل بوليستر ايه يا فندم بوليستر ايه بس؟ بوليك ايه انا فاهم في كل الجوائز العالمية لو سمحت بفضلك بوليكو ايه؟ خلي باعلكم المرة دي حيبقى فيه جايزتين جايزة اندر طابع اندر ايه؟ اندر ايه؟ نعمل جوائز الاندر؟ جوائز اندر ايه؟ اندر طابع بسطة اندر اقول كده يا فندم وطه عشان فيه؟ بادر يامدر انادر قلنا الاول للاندر خلصنا منه دي جايزتها رحلة البريس ايه التسكرتين لمتحف اللوف عشرةلاف دولار اما بقى الجايزة بتاعد اقدم عملة دي 150.000 جنيه اه محظوظين بجد محظوظين اللي يكسبوا الجايزة دي تعرف يا أستاذ جميل اللي كسب المسابقة اللي فاتت مين؟ صاحبة اينجي ايا فنلم صفاء استباعي دي بقى سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والأبقام دي بقى كانت حضرتك مش لقيا تاكل كانت هرياني بقى مقاشرطاني كل لبسي وماكياجي الحمد لله دلوقتي من سيدات المجتمع إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده يا إنجي؟ أنت بتعايليها علشان كني بتسلف منك؟ إيه يعني حاجة؟ الصحاب لي بعضيهم؟ طب إما أنا يعني بتسلف منك لما بقى غنية كده زيها تعايليني؟ أنت أصلا مش ممكن تبقي غنية قصدي يعني حتى لو بقيت غنية يا كوكي أنت في فرق كبير بينك وبينها هي بتستلف لبسي وانت بتشحتيها شاكل أساس جميل؟ فيه إيه يا كوكي قالنا؟ أنت هتعايروا بعضه قدامي إنجي هي اللي كسبت المسابقة اللي فاتت ديه صعبة ديك؟ مقايف أنا؟ كانت مقايف الجامعة؟ دي كارثة يا إنجي كارثة كده دلوقتي القراء حيفتكروا إن إحنا بنطبخ الحكاية وبنعملها لقرائبنا ومعارفنا هي مش عايز حدي يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص فاهمة؟ وإنت بالذات لأ أنا أصلا عمري ما فاجحتي بقي عن الموضوع ده خالص ده أنت اللي لسه هي للنها صح بقتها مش كده هيمشي يا أيو 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 يا صح بقى بس حديث ما تقلقش خالص يا فاندل ما حادش ممكن يعرف أي حاجة عن الموضوع ده بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا اللي حاجزة بإيه؟ الكايزة الجاية إن شاء الله مع حضرتك أنا عندي شوية عملات وطوابع قديمة يعني بس يا بالو يا إنجي يا إنجي بقى أنا بقولك ما يبقاش حد صاحبك ولا صاحبتك ولا جرتك ولا قريبتك تقولي لي أنت اللي هتخش المسابقة دي تبقى كا يا إنجي هنفقد مصداقيتنا عند الناس فيه يا أستاذ جميل من حقك من حقك يا إنجي لو أنت مش موظفة في الجورنال إنما يا حبيبتي دي بعمولة للقراء يا فندم أنا أنا من القراء أنا بقرة الجريدة والله كل يوم كل يوم وبعين بصراحة أنا نفسي أطلع رحلة لبريس نفسي أدخل بطحة في اللوفر اطلع على حسابك أهم حاجة المصدقية يا فندم المصدقية دي بقى هتكلمني كثير قوي بصراحة طيب بقول لحضرتك أنا هنجلي فكرة حلوة قوي أنا خلاص مش هقدم في المسابقة خلاص حلو كده؟ بس أنا ممكن أطلع مرافق للي هيكسب الجايزة إيه رأيك؟ حلوة صح؟ لا ليه يا فندم؟ ده علشان يعني يبقى فيه مصدقية وصواره بقى في اللوفر وهو إيه رأيك؟ لا يا فندم عن صواره بقى واخد الجايزة كده ووقف عند برج إيفان لا بره يا فندم ليه يا فندم دي مصدقية وهو دي المصدقية لا أنا المصدقية اللي عندي لحد بس اللي هيكسب الجايزة أما المرافق بقى وكل الحاجات دي شكليات شكليات آه حلمي راح حلمي ضع حلمي اختفى حلمي تغير فيه إيه يا إنجي؟ حلم مين يضع منها ده؟ حلمي إيه؟ حبيبتي الحلم بتاعي؟ الحلم الجميل اللي كنت عايشة؟ يا أختي كل ده على سفرية ولا تزعني نفسي أنا وشعبان بنسافر كل سف مصيفين واحد جمسة واحد بلتيم هاخدق في واحد بس فيه إيه في إيه يا حبيبتي؟ بقولك عايزة أطلع باريت وقوليلي بلتيم وجمسة حرام عليك يا هبة أنا حلمي حياتي إن أنا أروح اللوفر وتصور مع الموناليزة مين يا أخت الموناليزة دي الممثلة؟ في إيه إرحة ميني؟ لا رقاصة رقاصة وأجنبية وبتشتغل في كابر اسمه اللوفر اخسع عليك والمصحف اخسع عليك يا إنجي ده أنت بتسوقي سمعتنا طب عيانك يقوله إيه؟ طب غذك يقول إيه؟ طب شعبان اللي انت ساخنة في عمرته ده تبهدلي معك إليه؟ بس حرام عليك حرام عليك يا حبيبتي الموناليزة دي لوحة مش رقاصة واللوفر حبيبتي مش كابرية ده مدحف كبير في حاجات قيمة بيعرضوها هناك ده اللي في باريس؟ أيوة ده اللي في باريس طب يختي روح أعطينا مناخرة أبو الهول اللي نصبين علينا فيها ومين قالك بقى أن مناخرة أبو الهول موجودة هناك في المتحف؟ ده ده مش حقيقي الأستاذ ساعد عكاشا والدكتور توفق حساسين هم اللي اتنين تلعوا قلو كده ودول جهبازة طبعا الله الله على الثقافة يا هبة إيه ده كله يا حبيبتي؟ قولي لي يا إنجي انت ضمن يعني الفوس قوي كده؟ أيوة أيوة حتى بص يدي بص إيه ده ساحتوت؟ إلهي ساحتتوك يا هبة الله إيه العملة دي؟ جبتها منين؟ جبتها من مزر للعملات يا جوجو إسكندرين أكبر كان عاملها وحطت عليها صورته بمناسبة بناء إسكندرية سنة 331 قبل الميلاد ودفعت فيها خمس تلاف دولار يا حبيبتي عشان كده بقى زعنانا ومقهورة إنك مش هتدخل للمسابعة أيوة وعمرينو كمان مقهورة أود خلاص يا حبيبتي ما تزعليش قدمي لنا مكانك الله فكرة حلوة قوي هبة فكرة إيه حلوة؟ دي بتهزر دي؟ لا طبعا مش بتهزر أنا بقى بتكلم بجد أنا فعلا هقدم بإسمها ولو هي كسبت أنا أطلع مكانها الرحلة يا حبيبتي ومش بس كده ده أنا بقى هاخدمك خدمة عمري الكل أنا عشان أسيبك كده تفوقي وتروقي للمسابعة هاخد منك البنبينو الحلوي ده يفضل قاعد معي لحد ما ترجعي بالسلامة وإنتي فايزة يا حبيبتي الله يا حبيبتي يا عيبة إيه 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 اللي حصل لك؟ ما حصل ليش حاجة إنتي متعرفش أنا بحبك قد إيه؟ ده أنا بحبك في الله حب هاعياتي أنا اتأثرتك جدا ربنا يخليكم بعض يا رب محرمكوش أبدا من بعض خبيبتي خبيبتي ألبومك مش حارفة يعني أنا عارفة إن أنا برجي كتير يا صمورة بس أنا حاسة إن أنا بقيت مجنونة مهووسة بالتحف مش حارفة إيه رأيتها عمرينا؟ إيه رأيك يا صم صمورة؟ إنت نمت مني ولا إيه؟ إنتي إيه؟ لا أنا هنا أنا هنا مفيش حاجة هنا لا يا حبيبي آه آه سوري تلمت مني أنا مملة قوي كده؟ لا فشر لا لا يا حبيبي بس حشر أحب أركز بس الإحساس ده آآ جالك من زمان حاسة بيه من زمان وإنتي بتاكلب دينجان؟ إيه؟ مش حارفة مش حارفة يا صمورة أنا حاسة بس مش متأكدة جالي إمتى؟ افتقرت جالي لما شفت صفاء استباعي صاحبتي من أيام المدرسة وهي يا بتيك سبع عشر تلاف دولار بسبب ساعة جدها القديمة عشر تلاف دولار حقيقة حبيبتي أنا حاسس آآ إنك يعني بارلوم مجنونة من زمان فيه أي صمورة وأنا جايلك علشان تساعدني وتعلجني ولا عشان تفرسني أكتر حبيبتي أنت مفروسة من زمان أيوة مفروسة من زمان بس أنا دلوقتي بقيت مهروسة مهروسة بالضحف والأنديكات واللوحات شوفي يا عزيزتي الهوس بالأشياء له ثقف معين يعني لو إحنا عدينا الثقف ده أو حسيتي إنك فوق الثقف ده تحس إن فعلا إنك مهروسة مه … ولو تحت الثقف بقى لو فوق الثقف هتحس إنك عندك برض رطوبة يبقى أنت مهروسة فوق الثقف لو نزلتي تحت الثقف هيبقى فيه حر ودفع وأعصابك هادئة حمه أعرف منين بقى إذا كنت أنا فوق الثقف ده ولا تحته لو حسيتي بسقعة وبروضة يبقى كده أنت فوق الثقف إنما لو حسيتي بأنك دفية ومرتاحة وأعصابك هادية تبقي تحت السقف كده نقدر نعالجك تسدق يا صامورة أنا حاسة كده إن أنا والله أعلم تحت السقف ليه بقى؟ لإن أنا حاسة بدافة وحاسة إن أنا مستمتعة جداً جداً وبقيت أحب بيتي أكتر من الأول بس علي بقى مش سيبني في حالي حريبتي غالباً الأزواج أو الزوج بصفة عامة بعد الجواز خلاص المسئوليات بتكتر عليه بيحصل له هاوس كده بيتجه للمطبخ يهتم بشؤون الطبخ أيوة فإنت هازم تساعدين في الحكاة دي طب يعني أعمل إيه؟ يعني مثلاً إرسمي له لوحة بطاطس محشية بالبدينجان إنحتي له بطة ما شوية جواها حمامة صحية واخدبالك ورش عليها شوية بوهرات ودهاله في وشه يا سلام هي دي بقى الفنون؟ اهتم بهوايات جوزك يهتم بهواياتك أيوة وهوايات علي قد كده طيب أنا هاهتم بيه بهواياته عارف هعمل له إيه؟ هرسم له لوحة من السامبوسة باللحمة المفرومة معاها البطاطس المهروسة وأنا متأكدة أني حظة المفروسة هنجي جميلة هنجي أجمل حاجة فيه إنه لا شبه أبوه ولا شبه أمه نعم شبهك يا صمورة ده غريبة وأنا أقول ما له أهبل ليه كذا جلنا شهادة من وزارة الأثار باسم الفائز في المسابة التانية من مسابة قديم بس عظيم بجد يا فندم إيه يا إنجي انت تتابلك اللي إيه؟ انت فرحان هاوجد اللي إيه؟ فرحان يا فندم عشان النتيجة طلعت آآ يا رب ونبي يا رب ننجح يا رب ونبي يا رب إحنا غلاء إنجي إنجي أي فندم؟ وهكوني قدمت في المسابة أنا؟ أه قابلتا يا فندم لا يمكن أبدا أخلف تعليمات حضرتك علشان المصداقية أنا بقول يعني يا رب ننجح الجورنان ينجح يعني آآ ولا يكون أي حد من تابعك لا هي جارتي بس يا فندم ليه كده بس يا إنجي ليه كده؟ كده المصداقية في خطر يا فندم ما تقلقش المصداقية مش في خطر ولا حاجة المصداقية في الحفظ والثون وبعدين هي هي مش أختي هي حيالنا جارتي يا فندم ومن أقوى المستهلكين للجريدة بتاعتنا موزعة يعني لا يا فندم موزعي أكتر بكتير عرف حضرتك بتلف الطلبات بتاعت السوبر ماركت بتاعتهم بالجريد بتاعتنا ولا يمكن يا فندم عندها ولاء لينا لا يمكن تستعمل أي جريدة تانية ده حتى لما يجوا يمسحوا الإزاز بيستعملوا الجريدة بتاعتنا لا أنا مش فيها بحاجة يا إنجي الحقيقة بس مش حالت مسرح لكلامك جميل جدا والله إنت اللي جميل يا جميل الله يخليك يا إنجي لا يا فندم حايا كفهم تغلط مش بعكسك أنا بقول إنك جميل يعني أنا اسمي جميل يعني يا فندم اسمك جميل خير؟ يعني أنا اسمي جميل يا فندم والله يا حضرتك الأستاذ جميل فيه إيه؟ يا إنجي أنا قصدي اسمي جميل حلو يعني؟ آه حضرتك تقصد حلو جميل يعني بيوريفول حلو بيوريفول قوي والله اسمك جميل بس بس هو تقليدي بس حلو تقليدي؟ آه تقليدي شوية بس أنا أحب التقليدية جدا آه عظيم عظيم لا جميل ماشي 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 بس بس تعلو يا أولاد لعب بلاش داوشا يا بوي بتعمل ايه؟ مش هتلاها بتعمل عملية يعني هو التمثال اللي في ايديها دا حالته خطيرة؟ اه يا حرم بقى له كتير قوي ما بيتحركش يبقى كلمات مات؟ يعني مين لعبت؟ تعالي نلعب يبقى واحد صفر اللي هي ايه دا لقى صفر صفر؟ واحد صفر الكرة لمسيته ما لمستنيش دي لمست شعري او مش شعري جاف جسمك برضو ولا في جسم بلادة بتاعي واحد صفر طبعات الكرة خذ وبعدين بقى بطلوا داوشا يا اولاد مش وقت لعب يا مامي احنا خلصنا الهمور خلاص روحوا ذاكرة يا مامي لسه علاك ان احنا خلصنا مذاكرة يا سلام هو انت كنت بدأت المذاكرة ايام دا عشتقولي خلصنا ايامي طب هنلعب شوية وبعدين بقى بطلوا شقاوة وتفرجوا عالتليفزيون بلاش لعبة بالكرة امامي التليزيون دا خطر عالاطفال يا سلام من قمت؟ سيبها يا سولي الله يا مامي دي بتكبر وفتة صغر بقولك سيبها حلوة امامي عايز اخدها سيبها يا سولي ايدي يا سولي اما انت اي يا سولي كسرتها يا سولي انت مش تصير يا سيبها ايو قلت لك سيبها الترابيزة الترابيزة هرب عليك هرب عليكم عارفين القولة دي بقى لها قد ايه عايشة ميت سنة بقى لها عايشة ادي ميت سنة ميت سنة ميت سنة منهم خمستاشر سنة عند شعبين بيبيا فيهم نوغا وطوفي بيبيا نوغا وطوفي نوغا وطوفي ومصيرها تتكسر هنا عندي علاديكو علاب عليكو انتو عارفين الفرعد العيال بتوحهم لو كانوا زي يوغا ما كانش عاشلهم تمثال مش سبع تلاف سنة لا سبع تلاف سانية كان الفرعون الصغنون من دول يتولد معاه التمثال بتاعه ويفضل عايش به لحد دم ما يموت لحد دم ما ايه ايه لا لحد دم ما يتدفن بيك لحد دم ما ايه يتدفن بيك جاهزة أخدم عملة معدنية عملة لسكندر الأكبر فازت بها السيدة هبا محسن إلال الله المسلحة الله المسلحة الله المسلحة الله المسلحة والجاهزة مقدرها مية وخمسين ألف جنيه الله المسلحة الله المسلحة الله المسلحة شك ببروك للقارئة الجميلة هبا محسن هلال عب ربه أما عن الفائز بجائزة أندر لا ما تقولها ما ايش غلاط يا شعبان أندر طابع بريد عن طابع الخداوي لعام 1866 هي السيدة هبا محسن هلال عب ربه أنا مستقبلة أوي 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 ويجائزة عبارة عن رحلة البريز والتسكرتين اللي بطحة في اللوف الله المسلحة يا بيبو أقول لك يا كاماليا كاماليا عايزك بالوقت الصور دي لازم توصر المطبع حالة لأن الرحلة الأسبوع اللي جاي والصور دي لازم تنزل على الجاي ها؟ حالل 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 ألف ألف مبروك عمدوني وانا كامل ألف مبروك كلها بعشان حتى الكمبتوري يا جماعة بس سؤال بس قبل ما أقبها السور هو حديدك يعني المحل اللي بتجيبي منه البرنيتا ومنية حيات حسين هنا لأربس برنيتا بجيبيها منية لا دا مش من محل دا من عراسي بصي اوعي تستخسري في نفسك حياتا أنا مستخسرش في نفسي حاجة وبعدين دا تكريم أنا هتكرم كل يوم اه 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 اش عبرتا راح فرنسا؟ انسى الله اوعى تنسى الفايف كلوك تي اه تي تي هاجبولك هاجبولك تي انتي هتاخذي شعبانة ازاي انتي معاكي مرافق اه بس هتاخذي مين بقى معاكي بص يبقى انا عرفت بقى ان مدام فيها مرافق يبقى لازم اختار الصديق قبل الرافق قبل الطريق ايوا كده رفيق قبل الطريق مين بقى الرافق مين؟ مين ايه؟ جوزها طبعا جوزها فيه فيه انت ايه شقلك انت انا السبب في كل دا انت مالك بص يا انجيب بصراحة بقى كده لم يعني لازم اخد شعبان معاكي هتاخذي ايه؟ فهمها سيدي؟ حبيبتي أوروبا دي قارة فيها بلاد كتير كده وبعين أمريكا دي قارة تانية وفي بينهم بحر وحاجات وبقول لك يا شعبان أنا اتفقت مع مراتك إن أنا هقدم لها في المسابقة بإسمها هي ولما تكسب أنا أسافر بثلع هو أنا نصيبي فيه؟ من غير ما تزعق قسم الفلوس مع مراتك لا لا أنا كمان مش موافقة حتى لو هو هو يفيد بصي أنا بصراحة كده متعمليش شهر عسل ونفسي أطلع رحلة من معاني يا حبيبتي بس كده هطلعك أحلى شهر عسل على حسابي أربعة ليالي الثلاثة أيام إيه رأيك بقى شرم الشيخ شرم الشيخ دي جنب أمريكا? هو؟ شرم الشيخ جنب أمريكا؟ آآ 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 بس بتروح له عن طريق فور سعيد وافقي يا يا إبا؟ لا إنا لازم أروح باريس ليه بس هاتروح يتعملي في باريس أروح باريس وارروح مدحف الشمع مفيش مدحف الشمع اسمه مدحف اللوبر في البلوفر ده هتروح البلوفر تعملي ايه هلعب بليه هلعب بليبه هرم عليك يا هيبا تسيبت عزاري احنا كان فيه بيننا اتفاق لا اتفاق كان معها صلاحيته انتهت كلامك معايا دلوقتي لما نفسك يا شعبان مالكش دعوة خالص هيبا هم متضيعيش حلمي يا هيبا يا حببتش حلمي مين انتش اللي متضيعيش حلمي الكيسة باسمي ايوة الكيسة باسمك وانا اللي مقدمها لك في الكيسة معلش بس الفرصة بتيجي للانسان مر مرة واحدة بتيجي بتديني دورك مصيلي هنا مصيلي هنا يا فعلا بتيجي مرة واحدة بس بس انا كان حلمي ان انا ادخل مطحف اللوفر واتصور مع لوحات ليوناردو دافينشي واتصور كمان جنب التمثيل بتاعة مايكل انجلو مين يختل وناردو ومايكل انجلو دول سلاحة في النينشا ايوة بس ناقصهم رافاييلو ودوناتيلو مثقفة قوي انتي اموت في الباتزا بس يا انشي عشان بس ما تضيعيش وقتك وتتعبي نفسك انا يا حبيبتي استحالة ومن رابع المستحيلات ان انا استغنى عن شعبان او اخدتي خطوة من غيره لان انا يا حبيبتي مش نادلة مم ساح انتي مش نادلة خالص انشي نادلة وواطية الاثنين توجاذر شايفة هيبة المكتب بتاعها ايه؟ شايفة يا أخوي ده عندها تركيف مركزي وإحنا قاعدين بالحر نشر كده من النار اللي في السوبر ماركة يا حتى بركيه على الحيطان او يا أخوي ده غير الزرع حياولي على المكتب على فكرة ده بس عجميل بتاع جميل مش بتيعي ها؟ بنأخدكو مش مهم المهم ان احنا بلى هنسك ها هنسك خلاص يا حبيبتي بقى الله ما تعملش في نفسك كده ازاي بس يا رجاي ازاي وهي اخدت مني كل حاجة خلت اعلمي وطموحاتي وفلوسي وتذكر السفر كل حاجة كل حاجة خلاص 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 تتعود ان شاء الله بفرصة تانية فرصة ايه فرصة ايه يا رجاع الفرصة بتجي مرة واحدة في العمر طيب انا عندي فكرة بقولك ايه اطلع الرحلة دي على حسابك انتي عشان يعني ما تموتيش بحسرتك هو فين هو فين عسابي ده اشوفه اشوف عسابي ده ما بقىش فيه عاجة قالص بعدا ما اشتريت طحف الجميلة اللي عندي قلاص بقيتها عن حديدة وبيني وبينيك ما اجذبش عليك يا اني بقيت اشتري الاكلة عن دوتا من شعبان المعفن ايه خبر للدرجع لي طب عقولي الحاجة تاعة والإنان بيه حتة متوحة بغولا وسافر بتمنك لأ لا ما تقولي ليش كده يا رجاع كإنك بتقولي لي بيع واحد من عيالك ما قادرش ما قادر يا ربي إلي وانتي رايحة هي بقىها تقعدينك الطيارات يوش عبات بلاش بلاش هيكات الطيارة دي قصين انتي عارفة بقى اليومين دول الطيارات بتقع كثير حسيح يعني مش نقصة يا سلام يعني يرديكي شعبان وهيبة يروحوا يسيحوا هناك في باريس ولا عد معاكي هنا ده النحس ده كده برضو بقى أنا أحدا معاكي ومستحملاكي وعملة طيب في خاطرك والأخي تقولي ده النحس ده عرقي الماسة الياختي الدنيا تشقليبة شقليبة آه والعبيض شد حيلو يعيني عالحلو يعيني عالحلو لما تبهدلوا الأيام ويبقى شخليلة احنا بقنا بيئة قاوي 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 بيئة أحد أرخص الأسعار أرخص الأسعار يلا يا هانم مزاد يا بيت مفيش حاجة بربع جنيه كل حاجة بالدولار وبرضو أرخص الأسعار وانا مستني المشتري الخمار بس بقى يا عالي بس ما ديني عملك مزادة وزي ما انت عايزش أن أبيع حاجة حبيبية يوحشوني حبيبية لا حول ولا قوة إلا بالله لا يوجد شيء يا كريم عجبة حضرتك دي فنة؟ دي طحفة دي طحفة فزيحة الفكرة من السعيد لقتيها فين دي؟ لا أنا ما لقيتهاش حضرتك أنا اشتريتها من تاجر سعيدي تاجر أسار يعني؟ لا تاجر بلح لقيتها عنده عجبتني فاشتريتها اشتريتها كم دي؟ أنا اش يعني؟ هو دا حقيق؟ حضرتك ناوي تشتري ولا هتتعبنا؟ نا طبعاً أنا مصنوعة في تقدير من 4000 سنة نااااااااا severely أنا عالم مصريات في وزارة القصار وخبير في التحف والأنتيجات أهلا وسهلاً يعني حريك دا كارتة عارف ولا تشتريها ولا تقبض علينا ولا ايه بالزبط؟ بس يا علي الراجل بيقولك إن هو خبير في القصار بيقولك إن القطة زي لا تقدر بثمن? قلب أمها? ما شاء الله دا فاهد مش قطة وده مؤكد تمثال فرعون عطيك غالباً بالأسرة الفرعونية اللي 12 حضرتك متأكد؟ لازم نتأكد إنه أثر فعلة وساعتها يحصل لكم حاجة من الاتنين إيه؟ يا إما هيتقبض عليكم بتهمة الإتجار في القصار ثانية واحدة، دي لمراتي وأنا عرفها إحنا حيالله بنا ثلاث عيال هراحوا ولا جوم أو إيه تاني حضرتك؟ يا إما هيتم تكريمكم بسبب الاكتشاف العظيم ده يا سلام شوف مراتي يا حبيبتي والله يا العظيم فنانة طول عمرها بتفهم في القصار أيوة طول عمره وبيشجعني على تجارة القصار أصدق اتجارة تضحف يا حبيبتي إحنا عايزين الجايزة بش عايزين نتسجني أيوة حبيبي استجني ليك والجايزة ليه ممكن بوس بوس؟ بوس 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 برسي برسي ألبومك مين؟ أهلا يا إنج فين التمثال؟ التمثال إيه؟ تحت استعبطي؟ تمثال الفرعوني حضرتك مش قلتي إنك علم قصار؟ لا ده أخويا أنا تاجر قصار آه أفتكرتك أنت بتاع فيلم أبو علي؟ أيوة بالضبط مش عايز كلام كتير أنا عايز التمثال علي، علي، أمي علي الخاني علي علي ما تحاوليش معاه لديته حقنة نايم فيه ما تدتنيش أنا كمان واحدة زي هالي مع إني بخيف من الحقن ما كانش معاه يا غير واحدة بس وعايز حد أتفاوض معاه تتفاوض علي حضرتك؟ تمثال؟ هو الدماء لي حضرتك؟ انت مش قلتلي إن انت طيب زي الأستاذ رجوانت وفيه؟ لا، أخويا ضحك عليكم أنا شرير زي ذكر أسطم أو محمود المليجي يا مامي بقولك فيه تمثيل كتيرة قوي برا أخد منها اللي انت عايز وأخدها كلها لا أنا عايز ده لا لا ده لا ده ملك مصر وأنا مش ممكن أبداً أفرط في مصر أبداً بقولك حياة التمثال حاضر حاضر التمثال هو ولو تحب أجيب لك أبو الهول ببنخيله لحد عندك حاضر حاضر أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس مش عايز أسيب دليل ورايا يا مامي لا أرجوك أرجوك ما تخطفنيش ما تموتنيش ما تاكلنيش عايز أعايش هو pennان شب اه ها跑 eb ها اه أوه يوجد أتلتي يعني أتأتلتي يوجد أتأتل انت أتأتا tattoo أكان أتقد أنت أقعد يا تسالي ماوزال فوله لا لا مليش دعوة وكي ضربني وخيض تمثال وهرب تخيض تمثال وهرب تمثال ده ها؟ اه طب ما تمثاله هو انش اه صح صح تمثاله هو الحمد لله الحمد لله فيه علي نام يا علي نام بشكلك كده كنت بتحلم وتخرف نام يا علي نام انا اللي كنت بحلم وبخرف ايوه قاعدت تقوم وتخدني منهم وتقولي ضربني وقاتلني وتضربك انا اكبر نام نام يا علي نام بنا يهد نام ناس بي الله ونعمل وقيت الحمد لله مبروك يا انجي الجرائد القومية كلها نشط الخبر ومنازلين صورة جنب التمثال الله يبارك فيك يا فاند طبعا لما هتروح التكريم هتقولي للوزير بقى ان انتي عملت ده كله بفضل توجهاتي نعم توجهاتك ليه بقى ان شاء الله لا طبعا هقولي ان كل ده مجهودي وتعبي اسلام مجهودك وتعبك ده ايه ايه انت اللي نحطيه ولا ايه انا كل يوم كنت بنظافه واصهر جنبه يا جميل نعم كنت بت ايه بنظافه واصهر جنبه حبيبتي نظافه وحراسه لا والله نايس تقولي ان كل يوم بتحطنه مياه واكل مبروك يا انجي الله يبارك فيك يا موحة سمرت ونولت يا انجي الله يصبرك يا كمان يا على فكرة وزارة السكافة هتكرمك وهتطلعك رحل قصون والقصر على حساب البلد الله قصوان محشتني قوي ايه انت رحتية قبل كده؟ لا اللقصر حلوة برضو انت رحتها قبل كده؟ لا بس يمكن ان اعترلينا على تمثالين تايهين هناك ولا حاجة ايه ده يا علي انت عايزتها مثيل؟ ايه انجي انا بموت في التحف والقصار فيه علي حبيبي سلامتك انت اتغيرت خالص تكونش دي لعنة الفرعنة وفيها ايه لما شارك مراتي حبيبتي في هواياتها ايه حبيبي ومال وتشاركني في هواياتي يعني بس بلاش موضوع التحف والقصار ده عشان كنت هتلبسنا في قضية اتجار والقصار وكده خلينا في الراحلة حبيبي خلينا في الراحلة